كان طفلاً يعاني من عزلة العجز عن النطق ويعيش في أسرة مستورة الحال يكافع فيها الكبار ليعيش الصغار حياة هانئة حتى أصبحت حارتهم في مدينة تعز هدفاً لمدفعية الحوثي فصار هذا الطفل حبيس عزلتين وأضاف لفقدانه السمعة فقدان القدرة على الحركة الطبيعية فقد تسببت واحدة من قذائفهم ببتر إحدى قدمي قصة الطفل حامد رزاز في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود كان بقوار منزلة في بداية الحرب بمنطقة كلابة قريب من جامعة الصفاء تساقطت القضائف من منطقة الحوبان منطقة الستين قادة القضيفة هذه كان قريب من البيت وأصابته بأكثر من شضية عدة قضائف أنا قال للمنطقة منطقة كلابة وقم بتشيق عارفها كذا وأن الصايح وتهربوا كذا سمنا للأخبار غونا نجيبها كذا قد في ناس بدلو كانوا مصابين وكذا قد أصعفوا هذا للأرض كان في ذلك الوقت لا يوجد كادر طبي بمدينة تعز نتيجة النزوح لأغلب الأطباء كذلك لأغلب المتشفية تغلقت بسبب عدم موجود المواد والإمكانيات المتاحة لهم كانت إمكانيات المستشفى الثورة إمكانيات بسيطة يعني أخذوا وقت هناك من العلاق لفترة لا تتقاوزة معتقد ستة وخمسة أشهر كان هناك غياب للكادر كان هناك غياب للأجهزة الطبية كان فيه نقص في الأدوية يعني أعتقد أنه بعض القرحاء فارقوا الحياة بسبب عدم موجود كادر طبي وعدم موجود أجهزة طبية وعدم موجود أدوية مناسبة أو ملازمة للقرحاء لأن المدينة كانت محاصرة من أكثر من اتقاح كان في واحد ينقال يسمى أنور السباي برضو سحبته أنا واحد من أولادي الكبار سحبته بالرصيف لقدم الباب ما فيش سيارة إسعاف يعني كنا نتصل بأم يقولوا بنا نسل لكم سيارة قال لسنزاف مين الظهر من الساعة واحدة هكذا الساعة شهر بالليل قولوا الساعة شهر بالليل وقد انتهى كان بالإمكان أن يتم معالقته وإقامة إذا كان يوجد كادر الطبي إذا كان يوجد إمكانيات لكن بسبب الحرب والنزوح القماعي لكيمياء الكوادر الطبية من مدينة تعز ما عافش بالأخير إلا أنه بطور يقولوا بطور يقولوا إحنا كنا فكرنا الحرب يومين أسبوع ثلاث ياما كذا يعني أقل حقيقنا نعمل شهر حتى إحنا طرحنا ونزحنا من البيوت كل وخلنا كل شيء زي ما هو ولا شلنا غير الملابس اللي علينا ونزحنا كل إحنا في الحرب تدمير للمنشآت المدنية والطبية تدمير للمنازل والمدارس والمرافق الحكومية يعني القريح يسعف القريح يصاب ثم يسعف ولا يجد مستشفى أن يتمع لك فيه يعني حتى مستشفى الثورة تم قصفه وتدميره مستشفى القموري تم ضربه يعني حتى المرافق الصحية اللي ممكن واحد يسعف فيه بالقريح تعرضت للإصابة والدمار قذاف اشتغالي من الساعة 12 أو 11 نصر الظهر إلى الساعة 10 بالليل يعني أكثر الناس يسعفوا أكثر الناس قلسوا هناك يعني في ناس نزفت هناك بالكلابة ناس أنا عارفهم يعني من قيل أنا نزفوا حتى ماتوا لم يتمكروا من معالقته إلا أن تضاعفت معاناته طول الفترة السابقة بعد إقراء بعض الأمليات وعمليات التدليك وإقراءات طبية وبالأخير أقروا الأطباء على بات يقول له بعد أن تعضرات له الضمور وعدم المقاومة كذلك أخو أصب يتلقى بعد حوالي سنتين أخو أكبر منه عمره 16 سنة الحمد لله تم إقراء له عدد من العمليات وتحسنت حالته يعني هكذا هم الأطباء في مدينة تعز كل بيت في بها شهيد إثنين شهداء وكل بيت في بها من ثلاثة إلى أربعة برحة تم تركب له طرف صناعي لكنه مؤلم جداً لأنه على أطراف السماعية المحلية متعبة ثقيلة على القسم وما يتحملش نحاول وحاولنا إعدته الآن إلى المدرسة لتأهيله وتدريسه يعانيهم من مشكلة نفسية أصلاً صعوبة الماشي مثلاً صعوبة الفهم نتيجات الفاقعة التي حصلت له إذا شف الأطفال يلعبوا بكرة يشتري لعب ما يعرفش لعب مدرسة السماد أخذوا قبل سبعة قبل ورقة أشتري له بدلة رياضية أشتريت له بدلة رياضية عشان ينشي بالقسمة السماد طرف الصناعي ذا اللي صنح له بس ثقيل ما يعرف يمشيبه أول ما يمشي عليه يحس بألم منه حتى بعدها قالت الدكتور أنه ممكن يتعوّر بالعمود يعني ثقيلة الحاجة ما يجب أن أقول لك فيها ثقيلة شوفوا من حيات المستوى العلمي أنا معه كان قبل الحرب فعلاً مستوى عدو ممتاز ما شاء الله علوه نشيط حركي بالوقت الحالي أنا أشوفه مستوى الدهور الأبناء صباح كده تحسوا من عزة شوية معلش زي ما كان اقتلت بالطلاب اقتلت المجتمع زي ما كان ويعاني من حدم الاندباق بالمجتمع يعني بحاجة إلى دعم نفسي تم عمله قلسات نفسية من قبل المعنيين وتم عادة طول المدرسة والعلاقات مستمرين لأنه لو ما عملنا لشعلاق أنه كلما كبير قليل العظم هذا ينمو هنا يأثر على يأثر على ذلك الحق هذا الزحان قد فكناها قد عملنا العملية الأولى وصورنا العملية ثانية وحاليا يعني بسبة الألم الذي تعرض له ويحتاج إلى أدوية كمهديات ليلية نتيجة الإضطرابات فما فيش من يدعم بشكل مستمر يعني والده بغض الاستطاعة يأخذ أدوية مهديات تساعده على الراحة والإطمئنان لفترة قصيرة والله نحن ندي لها مرسالة يعني ينقذ الشعب اليمنيين وبالأخص محافظة التعز لأنه نحن محاصرين بيننا وبين الحوتي أكثر من نشوف الحوتي تحتنا ذهنقيا مع الصباب نحن مئة متر لم يبقى في تعز شيء قتلوا المدنيين وأصابوهم دمروا المنشآت دمروا كل البنية التحتية لمدينة تعز لم يبقى في تعز أي شيء جميل لم يبقى حتى المظنون أخذ نصيبه وقتل في الشارع نتيجة الحرب المدمر الشاملة من هذا القانب الإنسان نحن ندعو القيادة للتحالف وندعو السلطة الشرعية مثلا برئيس القمورية وقميع المعانيين بأن ينظروا إلى تعز من القانب الإنساني بعين الإنسانية ينظروا إلى قرحة تعز يقوم بواقبهم بتوفير الأجهزة الطبية وإعادة تفعيل المستشفية الحكومية وتأهيلها وإعادة الأطباء صرف رواتبهم توفير الإعلاقات توفير الأجهزة لأن ما يقوم به من سفريات بعض القرحة الخارج هم أعداد بسيطة يعني مئة قرية خمسين قرية عشرين قرية هذا بسيط لأنه قد بلغ عدد القرحات تقاوزوا الآلاف وهناك قرحات تعفنت قرحهم وماتوا بسبب قرحهم قد يكون منها نقص الأدوات الطبية وقد يكون منها نقص المرافق الصحية نقص الأطباء الأكفاء كل حاصل في مدينة التعز لذلك ندعو الشرعية أن تنظر إلى المدينة وأن تدعم وندعو جميع وسائل الإعلام أن تنقل مأساة القرحة أن ندعو منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات العالمية أن تطبقوا قانون الحقوق الإنسان أن الأمم المتحدة لقد أشرعت بقوانين دولية توقف الحرب على المدنيين ولكن لم تطبقها في مدينة التعز فالحرب بمدينة التعز حرب مدمرة وشاملة لذا وقب عليهم كأمم المتحدة كرعاه لمجدس الأمن الدولين أن نطبقوا قراراتهم بتوقيف الحرب وتوفير كل ما يستلزم للمدنيين العزل العزل عن السلاح أكثر من 20 ألف مواطن أصيبوا بجراح في مدينة تعز المئات منهم سلبتهم الجراح واحدا أو أكثر من أعضائهم وفي مقابل العداد الهائلة للقذائف والألغام وهذه الوحشية ليس هناك ما يقابلها من إمكانات طبية فكثير من الأطراف المبتورة كان يمكن الحفاظ عليها لو توفرت بعض الإمكانات الطبية ومع ذلك فقد عمل كثير من الأطباء في المدينة فوق طاقتهم وتحملوا الكثير من الأعباء والمخاطر وتعرضوا للقصف حتى وهم في غرف العمليات كيف تعمل المستشفيات في مدينة محاصرة منذ أربع سنوات وما هي خطة مركز الأطراف الصناعية أسئلة نطرحها على ضيفنا من مدينة تعز الدكتور منصور الوازعي مدير مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي بمدينة تعز مرحبا بك دكتور منصور هل هناك إحصائية بعدد الجرحى الذين أصيبوا بسبب الحرب منذ بدئها عام 2015 أهلا وسهلا بكم في البدء نشكر قناة بالقيس لتسليطات ضوء على محافظة تعز ومركز الأطراف الصناعية في محافظة تعز في حقيقة الأمر السيد عبدالله إذا ما تحدثنا عن الإحصائيات لقرحة الحرب وصل عدد المصابين إلى 22 ألف قريح ما يزيد عن 22 ألف قريح منهم ما يقرب 500 مبتور و250 مشلول والوقية عبارة عن إصابات أخرى طبعا وهناك أيضا والعدد مرشح للزيادة لأن المواقهات لا زالت مع مليشيات الحرب مستمرة على أطراف المدينة وفي مناطق التماس لذلك أيضا نتوقع أن يكون هناك أعداد أخرى قادمة من الإصابات للأسف ماذا عن المركز؟ كم استقبلتم جرحى من هؤلاء لديكم في مركز الأطراف الصناعية؟ طبعا إذا ما تحدثنا عن مركز الأطراف الصناعية والتأهيد الطبيعي في محاولة تعز المركز ظل مغلقا لمدة عام وتم إعادة افتتاحه في شهر خمسة 2016 من قبل مبادرة معلل النقهر ممثلة بالأستاذ عصام عبد الحميد البترة والأستاذ ماجدة عبد المجيد طبعا هذه المبادرة أعادت افتتاح وصيانة المركز ومنذ ذلك التاريخ ظل المركز يعمل وهذه المبادرة عملت لمدة سبعة أشهر بعدها مبادرة أخرى مبادرة الأخ بدر الشيباني لمدة شهرين بعدها أخذ المركز اللقنة الدولية للصليب الأحمر حاليا المركز يعمل بدعم وإشراف مباشر من اللقنة الدولية للصليب الأحمر إذا ما تحدثنا عن الإحصائيات طبعا فيما يخص قلسات العلاق الطبيعي والتأهيل الحركي نحن عملنا منذ ذلك التاريخ عملنا ما يقارب 31273 قلسة هذا فيما يخص العلاق الطبيعي والتأهيل الحركي بالنسبة للأطراف فوق الركبة تم عمل 79 طرف الأطراف تحت الركبة 253 طرف أيضا هناك قبائر تعويضية وأجهزة ساندة كالقدم الحنفاء 126 وأيضا القدم الكاذب 39 وقبائر أخرى للأقدم ما يقارب 703 وأيضا قبائر ساندة بما يقارب 645 قبيرة وهناك أرقام كبيرة ووصل الرقم الذين استفادوا من المركز ما يقارب 5104 قريح وأيضا هؤلاء القرحة هم باستمرار متابعين قلسات العلاق الطبيعي والتأهيل الحركي وأيضا هم يتابعون تركيب وعمل الأطراف والتمارين ما قبل الأطراف وأيضا التأهيل لما بعد الأطراف وأيضا نحن بصدد إنشاء وتأهيل قسم التأهيل النفسي الذي هو يعتبر من أهم الأقصام هذا القسم من خلاله سنتمكن من إعادة الروح إلى حد ما قبل الخوض دكتور منصور قبل الخوض المشاريع المستقبلية أحيانا بسبب بقاءهم في منازلهم لفترة طويلة بسبب عدب اختلاطهم مع المجتمع بسبب إحساسهم أحيانا أنهم أصبحوا عالى على أسرهم مشاريع مستقبلية نعمل أن تتوفقوا في إنجازها لكن بالعودة إلى ما تم إنجازه دكتور منصور ذكرتم أنكم قدمتم الخدمات لأكثر من 5000 جريح ما يعني ربع من تعرضوا للإصابة في مدينة ومحافظة تعز إجمالا هل لديكم قاعدة بيانات لحفظ معلومات هؤلاء الضحايا بحيث يمكن الاستفادة منها في التوثيق القانوني لحقهم؟ نعم سواء عبد الله لدينا قاعدة بيانات متكاملة فيما يخص المرضى الذين استقبلناهم نحن عندما يصل إلينا أي قريح يتم إعداد ملب كامل هذا الملف يحتوي على قاعدة بيانات متكاملة أيضا هناك لدينا داتا معلومة بيانات متكاملة ونحن نقاهزون لمنحها لأي جهة تريدها لدينا قاعدة بيانات متكاملة من حيث نوعية الإصابة وتاريخ الإصابة ومستوى الإصابة وأيضا ما هي المعالقات التي تمت وماذا يحتاج المريض في المستقبل وأيضا أشياء كثيرة وكاملة وأيضا لهذا القريح من أي مديرية وهل هو من المحافظة الأخرى وتاريخ الإصابة نوعها يعني هذه المعلومات التي يحتاجها المحاققون عادة لتوسيق حقوق الضحايا كل هذه البيانات موجودة في ملف المريض وأيضا موجودة لدينا في الكمبيوتر الخاص للمركز هناك جرح دكتور منصور من مبتور الأطراف يضطرون للسفر الخارج لماذا يعجز المركز عن علاجهم نعم فيما يخص القرح الذين يسافرون خارج المركز هناك طبعا تختلف الإصابة خارج البلاد وليس فقط المركز هناك أحيانا باتر صعب يصعب علينا التعامل معه هناك حالات مثلا الباتر من مستوى مفصل الحوض هذه الحالات ليس لدينا مفاصل لعملها أيضا نحن نعاني من عدم توفر مفاصل ركبة متطورة لدينا أحيانا حتى مبتورون فوق الركبة يضطرون للسفر أما إلى مارب أو العدن أو إلى خارج اليمن نحن في المركز بحاجة إلى مفاصل هيدرولوكية ومفاصل أيضا متطورة لأن معظم مبتورين محافظة تعيزهم من فئة الشباب إذا ما رقعنا الرقم معظم المبتورين أعمارهم من 18 حتى 32 سنة لذلك بعض هؤلاء الشباب حتى تتحسن عنده الحركة ويعود إلى ما كان عليه قبل الإصابة يضطر إلى السفر خارج المحافظة أو خارج اليمن نحن بدورنا قدمنا عدة مناشدات وطالبنا القهات المختصة ولازلنا نطالب هناك وعود نتمنى أن ترى النور في المستقبل القريب حاليا كما أسلفت اللقنة الدولية للصريب الأحمر تدعمنا لكن المفاصل المتوفرة لدينا ليست لا تفيد بعض الشباب لأنهم لا زالوا أكتف وفاعلين وهم بحاجة إلى مفاصل متطورة مفاصل هيدرولوكية مفاصل تمكنهم من العودة إلى أنشطتهم وبدون أي مشاعر دكتور منصور أفهم من حديثك أن ما ينقصكم فقط هي بعض الإمكانات وبعض هذه الاحتياجات الطبية لكن ماذا عن الكادر؟ هل لديكم الكادر المؤهل القادر على التعامل مع كل هذه الحالات المحقدة؟ نعم لدينا كادر مؤهل تأهيلا كبيرا سواء في اليمن أو خارج اليمن لدينا ستة من الشباب لديهم تخصص في مقال الأطراف الصناعية تخصصوا في دولة الهند وأيضا لدينا كالكادر المحلي والكادر الفني المساعد هم تدربوا على أيدي منظمات رائدة كالهندكاب أنترنشنال واللقنة الدولية للصليب الأحمر التي لا زالت حتى هذا الأسبوع لدينا بعض من الشباب عملنا لهم دورات ونحن أيضا في مقال التدريب والتأهيل هذا المقال طبعا لا زال مفتوحا أرسلنا قبل ما يقارب سبعة أشهر أرسلنا شابين إلى دولة كمبوديا أيضا لدراسة التخصص في مقال الأطراف الصناعية أيضا في المستقبل القريب لدينا منح خارج اليمن لدراسة هذا التخصص وأيضا الكادر المتوفر هو كادر مدرب مؤهل فقط ينقصنا الإمكانيات ومواد الخام خارجية المنشأ لإنتاج الأطراف ونحن جاهزون لعمل أي نوع من أنواع الأطراف نعم إذن هذه أمور مبشرة بالنسبة للمركز وقدرات الطاقم الذي أيضا نستغل الفرصة لتحييتهم هناك دكتور منصور بعض الجرحى اشتكوا من أنه تم إرسالهم إلى مراكز علاجية أخرى ربما لديها إمكانات أقل من المسؤول عن إرسال الجرحى في تعز إلى مراكز إن لم تتساوى مع مركز الأطراف الصناعية فهي بإمكانات وكوادر أقل في حقيقة الأمر أحياناً هذه الحالات لم يرسلها أحد هذه حالات نادرة يذهبون بأنفسهم في مراكز خارج اليمن أو مراكز حتى في اليمن أما الحالات التي يتم إرسالها سواء من اللقنة الطبية أو من مؤسسة رعاية أو حتى الحالات التي تسافر الجرحى الذين يسافرون عبر الشيخ حمود نحن نشرف عليهم شخصياً والمركز يشرف على كيفية إرسالهم ونحن نبحثهم قبل الإرسال حتى بعض هذه الحالات بحاجة إلى عادة بتر طبعاً من هنا أحب كل الشكر والتقدير للشيخ حمود سعيد المخلافي الذي يبدو القهود كبيرة وطيبة من أجل قرحة تعز ومتوريها طبعاً هو على تواصل دائم معنا وهو ينسق معنا كل هذه الحالات التي تذهب طبعاً وأيضاً حتى هذه الحالات عندما تخرج أو تسافر من البلد نحن أكثر ما يهمنا هو القانب النفسي القانب النفسي للمريض يتحسن عندما يخرج من البلد ويرى أن هناك نوع من الاهتمام بادلة طيبة من الشيخ حمود ومن فريقه من فريق الخير الذي تكفل وتكفل بسفر الدمعة السابقة وأيضاً الآن هناك مساعي لإنشاء مركز في دولة عمان نحن من هنا نقدم لهم كل الشكر والتقدير ونحن نؤكد للجميع أنهم منسقون معنا ومتواصلون معنا أما هذه الحالات التي تحدثت عنها لا نعرف من هي هذه الحالات هناك بعض الحالات ترسلها لقناة طبية لكن أنا شخصياً أشرف على هذه الحالات ونرسلها إلى مراكز متطورة لا نرسل أي حالات بأقل من كفاءتنا نرسل القرحة إلى مراكز متطورة بحيث أننا غير قادرون على عمل حل هنا لذلك نرسلها إلى خارج اليمن نعم هناك حالات مرت علينا دكتور منصور بإمكاننا الأخوة في الإعداد التواصل معك وتحديد بعض هذه الحالات التي طلعنا عليها لربما وجدتم أيضاً ما يمكن مساعدة هذه الحالات عودة إلى المركز والحوائق التي تكف أمامكم ما هي أهم هذه الحوائق باختصار؟ إذا ما تحدثنا عن أبرز العوائق في حقيقة الأمر هذا المركز هو يعتبر أهم مركز حالياً خلال فترة الحرب هو يعتبر من أهم المراكز لكن لا ندري لماذا الحكومة الشرعية حتى اليوم لم تعتمد حتى ريال واحد لهذا المركز هذا المركز يعمل بدون أي ميزانية تشغيلية نحن نعمل بميزانية صفرية لا يوجد أي لدينا أي ميزانية تشغيلية فقط المركز يعمل بدعم من الصليب الأحمر الصليب الأحمر يقدم لنا المواد الخام خارجية المنشأة لإنتاج الأطراف ويقدم لنا أيضاً مكافآت للشباب لكن الميزانية تشغيلية غير متوفرة يعني أن القانب الحكومي غائب تماماً عن المركز نحن نكافح من أجل أن يبقى هذا المركز في العمل لكن أيضاً نناشد الحكومة الشرعية بتوفير ميزانية تشغيلية ثابتة كل مراكز الأطراف في بقية المحافظات لديها ميزانية ثابتة وتستلم ميزانية من وزارة المالية إلا مركز الأطراف أيضاً لا نعرف ما هو سبب تقاهل هذا المركز رغم أهميته وحساسيته هذا المركز قبل الحرب كان يغطي ثلاث محافظات حالياً يغطي محافظة تعز وتعرف كم الكم الهائل لكن لا نعرف نتمنى من الحكومة الشرعية الاهتمام بهذه المراكز والاهتمام أيضاً بمركز الأطراف الصناعية والتأهل الطبيعي في محافظة تعز هذا المركز يقدم خدمات نادرة ومميزة أيضاً أبرز العوائق هي عدم توفر مواد خام متطورة مواد خام لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة نحن لدينا كادر شاب كادر بإمكانه تقديم الكثير لكن المعضلة الأساسية هي عدم توفر مواد خام متطورة كالمفاصل الهيدروليكية كالأقدام المتطورة كما قلت وسأقول مراراً أن معظم مبتوري محافظة تعز مميزون وبانفئة الشباب هؤلاء بحاجة إلى اهتمام وبحاجة إلى أطراف متطورة بحاجة إلى أنهم يعودون إلى ما كانوا عليهم من قبل الحرب أنت عندما تعطي شاب طرف متطور كأنك أعبت له الحياة من قديد وسيتحسن جانبه النفسي وستحسن كل الأمور لديه نعم دكتور منصور شكراً على هذا الشرح الوافي ولا ندري ما هي الأسباب أو الردود التي تلقيتمها من الحكومة عندما تطرحون لهم مثل هذا الكلام وهذا الطرح الوجيه دائماً عندما نطرح لهم تم التوجيه مراراً لكن التنفيذ غائب ولم يتم تم التوجيه أيضاً من هنا من محافظة تعز أكثر من مرة لكن التنفيذ لم يتم ولم يتم صرف شيء لهذا المركز نحن نستغرب ونستغرب ونستغرب في حقيقة الأمر لماذا لا يتم الاهتمام بهذا المركز فيما يخص القانب الصحي هذا يعتبر من أهم المراكز يفترض على الحكومة أن تهتم به كثيراً لأنه يقدم كما أسلاف خدمة مميزة ونادرة لكن لم نفقد الأمل سنظل على التواصل دائم ومتابعة دائمة وإن شاء الله يستغيبون المراكز الزميلة لكم في عدن وفي مأرب كيف هو الوضع بالنسبة لهم؟ هل فقط اللجنة الدولية الصريبة الأحمر هي من تقوم بتشغيل تلك المراكز أم أنهم يتلقون يعانى واهتمام حكومي؟ هذه المراكز الأخرى طبعاً مدعومة دعم غير عادي ما يقارب خمسة عشر أضعاف من الدعم التي يحصل عليه مركز تعز في حقيقة الأمر الصليبة الأحمر هو دعمه متساوي لكل المراكز لكن هذه المراكز بقية المراكز لديها اعتماد رسمي من الحكومة ويتم صرفه بشكل سنوي كميزانية سنوية يتم تفصيلها شهرياً وأيضاً لديهم منظمات أخرى تدعمهم غير الصليبة الأحمر لكن في تعز الوضع غير نحن لدينا كادر مميز نحن لدينا طاقة شابة لدينا قدرات لدينا مركز مجهز لكن الدعم غائب تماماً هذا هو كان سؤالنا المطروح لعدة مرات بقية المراكز كمركز مارب مركز عدن مركز أيضاً حضر موت لديهم ميزانيات رسمية وثابتة وتصرف بشكل مستمر لكن ما عدا مركز الأطراف في تعز لا ندري ما هو السبب إذن دكتور منصور في ظل هذا الخذلان الذي تتحدثون عن سيكون من الصعب عليكم الحديث عن رؤى لتطوير المركز ويعني مقترحات وخطط لهذا الأمر لا في حقيقة الأمر نحن لم نستسلم لأي شيء لدينا خطط كبيرة أنا شخصياً لدي تنسيق كبير مع منظمة اللغاثة الإسلامية والصليب الأحمر الدولي بحيث يتم في المستقبل إنشاء مركز يواكب المراكز العالمية نحن لدينا خطة مستقبلية بحيث يكون لدينا مركز متكامل فيه هيدروترابي أو مسابح حدائق أيضاً سكان خاص بالقرحة الذين هم من قرى بعيدة مجهز بقسم علاج طبيعي وأطراف متطورة نحن لازلنا معهم وعلى التواصل دائم معهم ونتمنى أيضاً في المستقبل أن يرى النور هذا المركز صحيح أنه لدينا عوائق كبيرة لكن أيضاً لدينا أهداف كبيرة وسامية وإن شاء الله تتحقق في المستقبل لن نستسلم وسنتابع الجميع وإن شاء الله سيتطور المركز بكل تأكيد ونحن طبعاً عندما استلمت المركز في شهر أربعة الفين سبعة عشر طبعاً الحمد لله تطور المركز الآن لدينا قسم علاج طبيعي متكامل بجميع أنواع الأجهزة وتم صيانة المركز أيضاً هناك صيانة قريبة وأيضاً هناك عمل دؤوب وإن شاء الله يستمر هذا العمل ويتطور أكثر نعم نتمنى لكم كل التوفيق في إنجاز هذه الخطط دكتور منصر الوازعي مدير مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي بمحافظة تعز كنت معنا عبر الأكمار الصناعية أعزائنا المشاهدين إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الضائر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب الطفل حامد رزاز تم الرصد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر